شارك وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في المؤتمر الإنساني الذي يقيم في العاصمة الفرنسية باريس على مستوى كبار المسؤولين وناقش المؤتمر الحالة الإنسانية في اليمن وعمليات اللغاثة وحماية المدنيين في إطار خطة الاستجابة التابعة للأمم المتحدة وكذل مبادرات الإنسانية الأخرى بما فيها خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمنية والتابعة لتحالف دعم شرعية في اليمن وقدم وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في المؤتمر شرحا عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وجهود الحكومة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعرض الوزير عسكر انتهاكات ميليشيات الحوث الانقلابية للقانون الدولي والإنساني في اليمن وجرائمها اليومية ضد المدنيين في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها كما استعرض المبادرات التي قدمتها الحكومة اليمنية لتحييد ميناء الحديدة والتي تم رفضها من قبل ميليشيات الحوث الإيرانية مذكرا بمسارات السلام التي لم تلتزم فيها الميليشيات الإنقلابية وأكد المشاركين في المؤتمر دعمهم المستمر للحكومة الشرعية وحرصهم على إيصال المساعدات الإغاثية إلى المهتاجين لكافة أنحاء اليمن مبدون أي عوائق شارك في المؤتمر سفير بلادنا في باريس دكتور رياض ياسين ووكيل الخارجية الفرنسية جوردان موتان ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي ومدير مركز الأزمات والاستقرار بباتيريس باولي ومدير قسم اليمن في منظمة الصحة العالمية أحمد زويتين والمدير الإقليمي لليونسيف كايبلر ونائب المدير الإقليمي لللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك هاملتون وعددا من مسؤولي منظمات الأمم المتحدة في شرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلي البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول الثمانية عشر